لدى استقبال سموهي لكبير مستشارية الدفاع للشرق الأوسط في بريطانيا أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أكد على همية التفاهم والجهد الجماعي والتنسيق المشترك في تعزيز السلام والاستقرار والحيلولة دون التدخلات في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة أمن الدول والاستقرارها وقال سموه إن من عانى من الإرهاب لن يظل مكتوف العيدي وهو يرى أمن بلده مستهدفا وسلامة شعبه محورا لمخططات من لا يريد الخير لهذه المنطقة وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص مملكة البحرين على تطوير أفاق التعاون العسكري مع بريطانيا والذي سجل في تاريخ البلدين محطات هامة والسمر في النماء على الصعيد الثنائي وفي الإطار الدولي الهادفي لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب لا في تنسموه إلى أن هذا التعاون البحريني البريطاني العسكري ما هو إلا جانبا من جوانب عدة للنتيجات الطيبة للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين وأشار سموه إلى أن طبيعة العلاقات الراسخة بين البلدين تجعل الآفاق بل الأفق رحبا أمام التعاون الثنائي بينهما وتجعل هذا التعاون قادرا دوما على استعاب مجالات جديدة هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر قد استقبل بقصر الإقضيبية الفريق توماس بيكت كبير مستشارية الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على عمق العلاقات البحرينية البريطانية الاستراتيجية المبنية على أساس تاريخي يربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة ويثري التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات وفي مقدمتها العسكرية والدفاعية وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع كبير مستشارية الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة تطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أكد سموه على أهمية التعاون الدولي لوقف بعض السياسات التي تستهدف التدخل في شؤون دول المنطقة من أجل زعزعة أمنها والاستقرارها منوها سموه في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب وقد نوها كبير مستشارية الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وأكد حرص بلاده على الاستمرار في تكثيف الجهود لتعميقها وتطويرها على كافة المستويات والمحاور منوها بدور الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين اشتركوا في القناة